السلام عليكم متابعي مطبخ اميرة مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد سبق لي شاركت معاكم المقرال الكهربائيه المقلات هي جهاز قلي بالنظام الهواء ساخن بدون زيت تقدري تستخدم الزيت او بدون زيت فيها لوجه الليطر توقيتها لها 30 دقيقة مع الصوت من التنبيه ودرجة الحرارة مريحة وممتازة والسلة قابلة للفك وسهلة التنظيف والقوة 800 واط ادخل ديكم باش تشوفوا الطريقة للفريت ان شاء الله واتحكموا واش تقديرهم زيان ولا لا اول حاجه ادت هنا يعد لجوجو بطاطات التي قطعتهم على شكل طولي اللي كان ديره بالفريت وحطيتها في الماء وغنضيف ليها الملح ادت قريبا ملعقة كبيرة الملح نخليها 5 دقائق من بعد اده غدي نوريكم طريقة ديال القلي اه اول حاجه غدي نسم البطاطا كما تشوفوا غد نوضع لها ملعقة صغيرة دل البودرة التوم اه بالنسبة للتنسيم دل البطاطا كي يبقى الاختيار يعني ما غدت نسميها نسميها بغدت تخليها كما هي غير يتنسيم دل كعطة واحد البنزوينة وغد نوضع كذلك الشونية او الفلفل الحار غناخد رأس ملعقة صغيرة وغناخد الملعقة دل الزيت النباتي غناخد ملعقة صغيرة يعني ملعقة كبيرة دل زيت النباتي بالنسبة للزيت ممكن تديري ممكن لعير الزيت كيعطيها واحد القرمشة زوينة عشك نضيف هذا الزيت ثم غد نخلط البطاطا كما كتشوفوا مزيان تدمج لي هاد التوابي اللي درتها بها الطريقة هذه المنسمات سافي غد نخليها تشرب لي البطاطا وغد نوضعكم الطريقة والتجريبة اللي غد نديرها في هاد المقلات وانتو ما تكتبوا لي في التعليقات ديالكم موش دلت لنا الفريت مزيان ولا لا غير تبعوا معايا غد نبدأ اول حاجه هنجيب المقلات ديالي بنسبة هاد السلة اللي كتشوفوا كنتستعمل الا في الشيواء مني كنبغون شويوا اي حاجه بغينا نديروا لداند بغينا نديروا قطع ديال سدر الدجاج اللي بغيتو كنوضعوها باش الشكل قننطلعوها هاته للفوق وكيبقى الزيت ديما كيبقى التحت تحت والشبكة هالي كنحطوا فيها اي حاجه بغينا نشويها ان شاء الله نديروها ونجربوها نبغى نجرب معاكم البطاطا المقلية بالنسبة للبطاطس المقلية ما نحتاجه هاد الشبكة نهائيا غد نوضع البطاطس كاملة ونبغينا نديروه اكثر ممكن تديروه اكثر يعني تقدروا المقلات الكبيرة ممكن نديروه تالي الحد يعني تالي الفوق نبغينا نديرو البطاطا سوف نديروه ثلاثين دقيقة او لكن انا غد ندير غير 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 عشرين دقيقة تدور لي ذاك الى عشرين دقيقة حيث ان غد نقلبها وغد نحركها مش نكمل مدة ديالها ثلاثين دقيقة دابا غندير غير عشرين دقيقة ومني غنسمعوه اه مني كتشعر كتشوفوا ذاك البغلة الزرقة ومني كتت درجة نفسي اضافه لكتك الصوت على الوقفات ومناسب لي الوقفات ومناسب حتى اعطيك صوت التنبيه انها راوقفات تصرافوه من بعد ما اعطني صوت التنبيه كيفما تشوفو او اكمليه احتفظ يا اعشرين دقيقة غد نحركها بزيان مزيان سوف ندخل المقلات ثانية سوف نكمل ثلاثين دقيقة سوف نزيد عشر دقائق سوف نتعطي الصوت للتنبيه سوف نرى الشكل النهائي سوف نسمع الصوت التنبيه وصوصون لتنبيه سوف نستطيع صوت التنبيه سوف نرى ها سوف نقوم بها سوف يكون وضعه بطاطس المقلية بقطاع نهائي يبدو من الشكل النهائي بطاطس المقلية يجب أن تقوم بشكل نهائي من قرمشة وكذلك من الداخل ترى كيف قطعتها ومثوم ما يحكمون بقال لكم الرأي ديالكم وكتبوا لي تعليقات ديالكم وهذه البطاطة الشكل نهائي كنقدمها طبعا مع اللي بغينا في الوصفات مهم كتسهل عني نتنا بغان نخدمها ونخلي ومشي القضية وشغول ديالنا ونخلي بطاطرة كتوقف بوحدة في الدقائق اللي وضعنا كتمنى هاد الفيديو يكون نعجبكم وإذا أعجبكم ننسوش دعموني بلايك تشاركوا في القناة لما يشتركوا في القناة وكنشكرا على المشتركين ينضموا القناة شكرا ومرحبا بكم والف مرحبا وبرك عواش لكم والله يرفع عننا هاد الوباء إن شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله بسلام عليكم